وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من مسلمين يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل ما وظيفة هذا الملك وظيفة هذا الملك أن يقول ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل ذي وظيفة الملك فتخيل أنك تدعو دعاء والله جل وعلا يجعل هذا الملك يقول ولك بمثل كأنك دعوت حين تدعو لأخيك فأنت قد دعوت لنفسك قضية هنا أن هذا الدعاء هو عبارة عن خلق عظيم خلق عظيم عند هذا الداعي رجلا كان أمرأة شابا كان أو فتاة لأنه يدعو الله سبحانه وتعالى لأخيه بظهر غيب أخوه لا يعلم أختها لا تعلم صديقه لا يعلم صديقتها لا تعلم لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى هنا الملك يقول ولك بمثل ولك بمثل نعم ولك بمثل ولم يغفل عن أخيه ولم ينس أخاه ولم تنس أختها كذلك فدعا له أو دعت لها إذن الجزاء أن يعطيه الله جل وعلا بمثل ما دعا لأخيه كان بعض السلفي إذا اشتد به الأمر وأراد دعاء وطلبا من الله جل وعلا يبحث عن أخي له له حاجة كحاجته أو أقل أو أكثر فيدعو له بظهر الغيب حتى يقول الملك ولك بمثل الملك يقول له كذلك ولك بمثل ترجمة نانسي قنقر